السلام عليكم طلاب صف سالس درسنا لهذا اليوم محافظة المثنى الموقع الجغرافي لمحافظة المثنى سؤال ما هو الموقع الجغرافي لمحافظة المثنى؟ الجواب تقع محافظة المثنى في القسم الجنوب الغربي من وطننا العراق لاحظ الخريطة هذا اللون الأحمر محافظة المثنى تقع محافظة المثنى في القسم الجنوب الغربي من وطننا العراق من قسم الخريطة شمال، جنوب، شرق، غرب تقع في قسم الجنوبي الغربي من وطننا العراق تضاريس محافظة المثنى أملأ الفراغ تقع محافظة المثنى بين فراغ وفراغ بين منطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية ويجعل السهل الرسوبي لأقسام الشرقية والشمالية الشرقية منها وتتميز أرضها بالإنبساط التام أما الهضبة الغربية التي تشكل القسم الأكبر فتشكل باقي أقسام المحافظة لا سيمة الغربية والجنوبية الغربية منها وتتميز بسيادة الكثبان الرملية والأودية والمنخفضات سؤال مهم بماذا تمتاز التضاريس في محافظة المثنى؟ أو صغة أخرى للسؤال بماذا تمتاز أقسام سطح محافظة المثنى؟ الجواب أولاً السهل الرسوبي تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي ويمتاز سطحها بالإنبساط التام ثانياً الهضبة الغربية تتميز بسيادة الكثبان الرملية والأودية والمنخفضات إذن نلاحظ هناك الخريطة الأزاء الشمالية والشمالية الشرقية ضمن منطقة السهل الرسوبي والأزاء الغربية ضمن منطقة الهضبة الغربية نلاحظ الخريطة الأخرى إذن قلنا محافظة المثنى تقع في الأزاء الشمالية والأزاء الشرقية ضمن منطقة السهل الرسوبي هنا تتميز بالإنبساط التام لماذا الإنبساط التام؟ لأنه تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي وهنا تتميز بسيادة الكثبان الرملية والأودية والمنخفضات سؤال بماذا يمتاز مناخ محافظة المثنى؟ الجواب تقع محافظة المثنى ضمن مناخ الصحراوي الحار الجاف الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة لا سيما خلال فسط الصيف واعتداله في الشتاء أما أنطاره فتكون قليلة ومتذبذبة إذ تكون كمياتها أقل من 150 من لم إذن بماذا يمتاز مناخ محافظة المثنى بارتفاع درجات الحرارة لا سيما خلال الصيف واعتداله في الشتاء وأنطاره تكون قليلة أقل من 150 من لم لأنه مناخ صحراوي هل تعلم أن عدد سكان المحافظة قرابة 793.343 نسمة بحسب تقديرات الإحصائية لعام 2017 هذا للإطلاع فقط لهذه المعلومة طرق النقل والمواصلات تضم محافظة المثنى شبكة من طرق الرئيسة التي تربطها بالمحافظات المجاورة ومن خلال طرق برية عديدة أهمها هذه الأطلاع أيضا طريق المثنى بغداد طريق المثنى القادسية طريق المثنى النجف وطريق المثنى ذيقار وتضم المحافظة أيضا خطا لسكة الحديد الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية وتتمثل ببغداد خط سكة حديد بغداد بابل الديوانية المثنى ذيقار والبسرة لاحظوا الخريطة إذن عندي خط سكة حديد يمر من بغداد إلى بابل والديوانية والمثنى وذيقار ثم البسرة الموارد المائية سؤال ما مصادر الموارد المائية في محافظة المثنى؟ ما مصادر الموارد المائية في محافظة المثنى؟ اقتصرت مصادر المياه في محافظة المثنى على المياه السطحية وتتمثل بنهر الفرات وتفرعاته وكالسبيل والعطشان أن داني عدان المصدر الرئيس لمختلف الأنشطة الاقتصادية كما تتميز المحافظة ووجود المخفضات والأهوار والبحيرات أهمها بحيرة الساوة وهور الصليبات إذن ما مصدر الموارد المائية في محافظة المثنة؟ الجواب المياه السطحية أولا المياه السطحية المتمثلة بنهر الفرات وتفرعاته نقلنا عطشان والسبيل ثانيا الأهوار والمخفضات والبحيرات المتمثلة بحيرة الساوة ومنخفض الصليبات عرف ما يأتي العطشان أو السبيل ثانية نفس التعريف إذا جاكاد أو جاكاد نفس التعريف عرف العطشان وهو أحد تفرعات نهر الفرات في محافظة المثنة ويعد من مصادر المياه السطحية تعتمد عليها المحافظة في جميع الأنشطة الاقتصادية عرف بحيرة الساوة وهي أحد مصادر المياه السطحية في محافظة المثنة وتعد أحدى البحيرات المهمة في المحافظة عرف ما يأتي مخفض الصليبات وهو أحد المخفضات المهمة في محافظة المثنة ويعد أحدى مصادر موارد المائية في المحافظة إذن محافظة المثنة تعتمد على المياه السطحية لماذا لا تعتمد على مياه الأمطار؟ لأن مناخها صحراوي فتعتمد اعتماد كل نية على المياه السطحية المتمثلة بنهر الفرات سؤال ما أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة المثنة؟ الجواب الحبوب كالقمح والشعير ثانيا المحاصيل الصناعية أي التي تدخل في الصناعة كالسمسم وزهرة الشمس ثلاثة أشجار النخيل سؤال عدد أبرز الصناعات التي تشتهر بها محافظة المثنة الجواب أولا الصناعات الإنشائية المتمثلة بمعمل اسمنت السماوة ثانيا الصناعات الغذائية ثالثا صناعة التكرير نبذة تأريخية عن محافظة المثنة سؤال مهم ما معنى اسم السماوة؟ ما معنى اسم السماوة؟ الجواب هو الأرض المستوية السماوة هو الأرض المستوية التي لا حجر فيها وربما جاءت تسميتها نسبة إلى الشيء العالي يعني لماذا سميت بالسماوة؟ لأن الأرض نقول عدلة لا حجر فيها مستوية أي عدلة لا حجر فيها أو نسبة إلى الشيء العالي أصبحت المثنة محافظة بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 هذا هنا فراغ عرف ما يأتي الوركاء الوركاء هي أحد المدن التاريخية في محافظة المثنة وتعد من أشهر المدن السومرية في العراق القديم التي سكنها الناس منذ ستة آلاف عام قبل الميلاد وحتى المدة السابقة للعصر الإسلامي هذه صورة لمدينة الوركاء وهذه صورة الزقورة وقد اكتسبت مدينة الوركاء أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية وهذا ما تؤكده العديد من الرقم الطينية قلنا ما معنى الرقم الطينية هي عبارة عن أنواح من الطين يكتب على الوجه الصغير منها بقلم مثلثا رأس والتي ترجع إلى بداية عصر اختراع الكتابة قبل نحو خمسة آلاف عام وهي مركز عبادة الآنها إينانا أشتار والتي تمثل كوكب زهرة وتشير النصوص السماء المسمارية إلى النقل قامش هنا تعريف مهم الملك السومري وصاحب الأسطورة الشهيرة هو أول من بنى مراحلها قبل حوالي 4700 سنة قبل الميلاد مضت وقد اشتهرت مدينة الوركة بمخططها الحضاري الذي يمثل السور الخارجي والأبراج والبوابات والمعابد وزقورتها التي يعود تاريخها لعهد الملك أورنمو مؤسس سلالة أورة الثالثة قبل أربعة آلاف عام قبل الميلاد عندي سؤال مهم سؤال ما الأهمية التي اكتشفتها مدينة الوركة أو اكتسبتها ما أهمية التي اكتسبتها مدينة الوركة الجواب اكتسبت أهمية خاصة بين مدن العراق القديم من الناحية العلمية والدينية وهذا ما أكدته الرقم الطينية سؤال آخر من هو قلقامش؟ الجواب قلقامش هو الملك السومري وصاحب الأسطورة الشهيرة وباني أول مراحلها قبل أربعة آلاف وسبعمية قبل الميلاد عرف الوركاء تعد من أشهر المدن السومرية في العراق القديم والتي سكنها الناس منذ ستة آلاف عام قبل الميلاد وحتى المدة السابقة للعصر الإسلامي وتقع إلى شرق من مدينة السماوة سؤال آخر هذه صورة من الملك السومري بالقامش وهنا نمسلة أورنامو مؤسس سلالة أور الثالثة وهذه صورة لرقم طينية تمثل بداية عصر الكتاب سؤال بماذا اشتهرت مدينة الوركاء وما الآثار التاريخية الشاخصة فيها؟ الجواب اشتهرت بمخططاها الحضري الذي يشمل السور الخارجي والأبراج والبوابات والمعابد والزقورات والتي تعود تاريخها لعهد الملك أورنامو مؤسس سلالة أور الثالثة نكمل درسنا لهذا اليوم إن شاء الله محافظة البصرة علل تعد محافظة البصرة ميناء العراق الوحيد لماذا؟ الجواب نظراً لوقعها على الخليج العربي الذي أضاف لها أهمية اقتصادية وتجارية لاحظة على الخريطة هذا اللون الأحمر حدود محافظة البصرة تقع على رأس الخليج العربي ولهذا اكتسبت أهمية وتعتبر ميناء العراق الوحيد سؤال ما هو الموقع الجغرافي لمحافظة البصرة؟ تقع محافظة البصرة في أقصى جنوب الشرقي من وطننا العراق في أقصى الجنوب الشرقي من وطننا العراق وهي منفذ العراق البحري إذن هذه الخريطة تقع محافظة البصرة في أقصى جنوب الشرقي من العراق سؤال هل تجاور محافظة البصرة بعض الدول المجاورة للعراق حددها على الخريطة؟ نعم، تجاور من جهة الشرق، إيران، ومن جهة الجنوب، دولة الكويت تضاريس سؤال بماذا يمتاز سطح محافظة البصرة من حيث التضاريس؟ الجواب تعد محافظة البصرة جزءا من منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز بإنبساطه التام في معظم أقسام المحافظة الشمالية والشرقية أما في القسم الغربية أو الأقسام الغربية والجنوبية الغربية فتظهر بعض الأودية والتلال تتمثل بتل سنان نلاحظ هنا على الخريطة نشوف محافظة البصرة هذه محافظة البصرة تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي الأجزاء الشمالية والشرقية ضمن منطقة السهل الرسوبي تتميز بإنبساطه التام عدا بعض الأجزاء الجنوبية هنا يوجد فيها بعض المنخفضات والتلال مثل تل سنان عرف ما يأتي تل سنان وهو أحد التلال يوجد في محافظة البصرة في الأقسام الجنوبية والغربية في المحافظة المناخ سؤال بماذا يمتاز المناخ في محافظة البصرة الجواب يعد المناخ في محافظة البصرة بأنه جزء من المناخ الصحراوي كل محافظات الجنوب تتميز بالمناخ الصحراوي بماذا يتميز المناخ الصحراوي بارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتصبح الأجواء غير مريحة في حالة هبوب رياح رطبة من الخليج العربي أما أنطاره فتكون متدبدبة وتتراوح كمياتها ما بين 150 إلى 300 منهم هنا عندي تعليم مهم تصبح الأجواء غير مريحة في فسط الصيف في محافظة البصرة الجواب بسبب هبوب رياح رطبة تهب من الخليج العربي أن الخليج العربي تأتي إلى محافظة البصرة هذه الرياح تكون رطبة محملة بالرطبة 100% الخليج العربي فهنا يشعر الإنسان بالانزعاج وعدم الارتياح هل تعلم عدد السكان محافظة البصرة قرابة 1.833.376 نسمة بحسب تقديرات الإحصائية لعام 2017 تعتبر ثاني محافظة من حيث عدد السكان تأتي بعده بغداد تليها نينوة هنا للأطلاع فقط طرق النقل والمواصلات تضم محافظة البصرة شبكة من طرق الرئيسة التي تربطها بالمحافظات المجاورة من خلال طرق عديدة هذه الاطلاع طريق البصرة بغداد البصرة ديقار البصرة ميسان وطريق البصرة المثنى كما تضم المحافظة أيضا خط المرور السريع وسكة الحديد بغداد البصرة مرورا بالمحافظات الجنوبية البصرة ديقار المثنى أديوانية باب البغداد فضلا عن النقل الجوي الذي يتمثل بمطار البصرة وبحكم موقعها الحلولي مع جمهورية إيران ودولة الكويت فقد تميزت بوجود العديد من المنافذ الحدودية والتي كان لها أثر أو أهمية كبيرة في تشجيع وتسهيل حركة التبادل التجاري بينها فضلا عن وجود العديد من الموانئ التي تنقل صادرات العراق وتستقبل وارداته التجارية والنفطية من وإلى جميع بلدان العالم ومن أهم تلك الموانئ ميناء العميق والعمية والبصرة والفاو يجيني السؤال مهم هناك عدة أنواع للنقل والمواصلات في محافظة البصرة عددها الجواب أولا شبكة من طرق النقل البرية ثانيا خط لسكة حديد بغداد البصرة مرورا بالمحافظات الجنوبية ثالثا النقل الجوي المتمثل بمطار البصرة رابعا المنافذ الحدودية مع إيران خامسا النقل المائي ووجود العديد من الموانئ التي تنقل صادرات العراق وتستقبل وارداته ومن أهم هذه الموانئ العميق وميناء العمية وميناء البصرة وميناء الفاو سؤال ما هي مصادر الموارد المائية في البصرة قبلها هنا عندي سؤال قبل الموارد عندي هنا نتعاريف إذا يجيك بالامتحان عرف ميناء العمية أو ميناء البصرة أو ميناء الفاو قلها نفس التعريف تقول وهو أحد الموانئ الذي يقع في محافظة البصرة ويعد أحد أنواع النقل في العراق والذي عن طريقه ينقل صادرات العراق واستقبل وارداته من وإلى الخارج سؤال آخر ما هو دور وأهمية المنافذ الحدودية في محافظة البصرة بالنسبة للعراق؟ ما هو دور وأهمية المنافذ الحدودية في محافظة البصرة بالنسبة للعراق؟ الجواب لها أهمية كبيرة في تشجيع حركة التبادل التجاري بين إيران والعراق موضوع الموارد المائية سؤال ما هي مصادر الموارد المائية في البصرة؟ الجواب تضم محافظة البصرة العديد من الموارد المياه السطحية منها شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجدة والفرات عند مدينة القرنة وكذلك وجود العديد من الأهوار الدائمية والموسمية أهمها هور الحويزة والأهوار الوسطى هنا يأما يجيني تعريف شط العرب أو يجيني فراغ وهنا عندي أيضا فراغات هور الحويزة والأهوار الوسطى لماذا تعتمد محافظة البصرة على المياه السطحية؟ الجواب لأن مناخها هو المناخ الصحراوي أي لا تتوفر فيها أنطار وإذا توفرت فتكون قليلة جدا فتعتمد مياه النشاط الاقتصالي في البصرة على المياه السطحية المتمثلة بشط العرب وبعض الأهوار منها هور الحويزة والأهوار الوسطى أعرف شط العرب وهو النهر الذي يتكون من التقاء نهري دجدة والفرات عند مدينة القرنة ويعد من مصادر الموارد المائية في محافظة البصرة والتي تعتمد عليه جميع الأنشطة الاقتصادية عرف ما يأتي هور الحويزة أو يقول للأهوار الوسطى لنعطي نفس التعريف تقول وهي أحدى مصادر المائية والأهوار المهمة في محافظة البصرة وتكون دائمية أو موسمية وتعتمد عليها المحافظة في العديد من الأنشطة الاقتصادية هذه صورة لأهوار في محافظة البصرة الأنشطة الاقتصادية الزراعة عدد أهم المحاصيل الزراعية في محافظة البصرة جواب محاصيل الحبوب كالقمح والشعير ثانيا المحاصيل الصناعية كالقطن والذرة فضلا على زراعة العديد من أشجار النخيل تحتل المحافظة مراكز متقدمة في زراعة النخيل وإنتاج فراغ التمور عدد أهم الصناعات في محافظة البصرة الجواب أولا صناعات الغذائية ثانيا صناعة الأسمدة ثلاثة صناعات الإنشائية أربع صناعات كيميائية خمسة صناعات البترو كيميائية ستة الحديد سبعة الصلب ثمانية الصناعات الثقيلة تسعة صناعة الورق وعاشرا صناعة التكرير أملأ الفراغ التكرير في محافظة البصرة أو صناع التكريفين محافظة البصرة تتمثل بفراغ بمصف البصرة كما وتشتهر المحافظة أيضا بوجود العديد من الحقول النفطية أهمها الروميلة وحقول الزبير وأرطاوي واللحيس هنا عندي عدد أهم الحقول النفطية في البصرة نتعددهم أو يجيك تعريف أو يجيك تعريف هسا نعرفهم سؤال ما أبرز الثروات المعدنية في محافظة البصرة أو عدد أهم الحقول النفطية في البصرة قلنا ذني الروميلة والزبير وأرطاوي واللحيس عرف ما يأتي مصف البصرة هذه الصورة المصف البصرة وهو أحد مصافي النفط المهمة في العراق في محافظة البصرة خاصة والتي تعتمد عليه صناعة التكرير في المحافظة بشكل رئيس عرف ما يأتي الزبير أو أرطاوي أو اللحيس أو الروميلة كلها نفس التعريف وهو أحد حقول النفط المهمة في محافظة البصرة وأحد مواردها الذي يشكل جانب اقتصادي مهم للمحافظة ولا العراق بشكل عام نأخذ نقطة تاريخية عن محافظة البصرة تعد البصرة أول ولاية إسلامية خارج حدود شبه الجزيرة العربية وقد كان لها شأن كبير إذ كانت مركزاً إدارياً في الولايات الإسلامية أسسها أتباب موغزوان سنة 14 للهجرة بأمر من الخليفة الراشدي الرابع العفو بأمر من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتكون قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية في الشرق والخليج العربي وقد بلغت مدينة وجه ازدهارها الحضاري في العصر العباسي إذ كانت هي وضاحيتها الأبلة مركز تجارة العرب البحرية التي بلغت الصين وكانت تسمى في السابق بلواع البصرة حتى صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 استبدل إلى اسم محافظة البصرة كان البصرة شأن كبير في العهد الإسلامي الجواب لأنها كانت مركزاً إدارياً في الولايات الإسلامية سؤال أمنع الفراغات الآتية أولاً تعد البصرة أول ولاية إسلامية خارج حدود فراغ خارج حدود الجزيرة ثانياً أسس عتبة بن غزوان مدينة البصرة عام فراغ 14 للهجرة ثالثاً كانت ضاحية ولاية البصرة في العهد العباسي هي فراغ الجواب الأبلة رابعاً كانت تسمى البصرة في السابق بفراغ نواء البصرة وأصبحت محافظة بعد فراغ بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 علل قيام أتبة بن غزوان بتأسيس مدينة البصرة لماذا؟ الجواب لتكون قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية في الشرق والخليج العربي ما معنى الفتوحات الإسلامية؟ هي الحملات التي يقوم بها القادة العرب لنشر الدين الإسلامي خارج حدود شبه الجزيرة العربية علل بلغت البصرة وجع عظمتها وازدهارها في العصر العباسي الجواب لأنها كانت مركزاً لتجارة العرب البحرية التي بلغت الصين لأنها كانت مركزاً لتجارة العرب البحرية التي بلغت الصين نكمل درسنا بحل أسئلة الوحدة الأولى سؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمات وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي أولاً تنتشر الهضاب في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية من العراق خطأ ثانياً تقع محافظة الهوك في أقصى جنوب وطننا العراق خطأ ثالثاً يعد مناخ محافظة أربيين جزء من المناخ الصحراوي خطأ رابعاً يعد رافد الخابور أول الروافد المغذية للنهر دجلة صح خامساً تل أسمر هو أحد المعانم الحضارية لمحافظة ديالة صح ستة بنيت الأنبار في عهد الملك نبوخة نصر صح سابعاً الجسر العباسي هو أحد الأماكن الأثرية في محافظة ميسان خطأ ثامناً يرتبط اسم محافظة صلاح الدين بالقائد صلاح الدين الأيوبي صح تاسعاً تعد الجنائل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع صح عاشراً تعد تضاريس محافظة بابل جزءاً من منطقة الهضبة الغربية خطأ احدعاش بنية الحجاج بن يوسف الثقة في محافظة واسط عام تسعين للهجرة خطأ عاش تقع محافظة الديوانية في الجزء الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي صح عاش تقع محافظة النجف في القسم الشرقي من وطننا العراق خطأ عاش مدينة نوفر أحدى المدن الأثرية في محافظة السماوة خطأ عاش تعد لارسا أحدى المدن التاريخية في محافظة ديقار صح عاش البصرة من الولايات الإسلامية التي تقع خارج حدود الجزيرة صح سؤال الثاني املأ الفراغات التالية بما يناسبها أولا يعد مناخ محافظة دهوك جزءا من المناخ البحر المتوسط أما معالمها الحضارية فهي قلعة العمادية والجسر العباسي ثانيا تقسم التضاريس في محافظة أربيل إلى قسمين رئيسيين هما منطقة الجبال العالية ومنطقة السهون والهضاب ثالثا من أشهر جبال محافظة السليمانية جبل قنديل وبازيان هي أكثر من جبلية نحن نكتب بثني تريد هذنية أو تريد غيرهم كيفك ومن أهم مصايفها هي سرجنار وسد وخزان دوكان والمجمع السياحي رابعا تقسم تضاريس محافظة نينوى إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي المنطقة الجبلية والمنطقة المتموجة والهضاب وأهم مدنها التاريخية آشور ونينوى والحضر خامسا كانت محافظة ديالة تسمى في العهدين العباسي والعثماني بفراغ طريق حرسان سادسا تتكون تضاريس محافظة الأنبار من ثلاثة أقسام هي هضبة الجزيرة والسهل الرسوبي والهضبة الغربية سابعا ورد ذكر مدينة آنة في النصوص آنة والأشورين وقد اشتقى اسمها من اسم الإله أنانا السومري ثامنا تعد محافظة بغداد عاصمة جمهورية العراق ومن أهم معالمها الحضارية المشهد الكاظمي سابعا ورد ذكر مدينة آنة في النصوص البابلية والأشورية وقد اشتقى اسمها من اسم الإله أنانا السومري ثامنا تعد محافظة بغداد عاصمة جمهورية العراق ومن أهم معالمها الحضارية المشهد الكاظمي ومرقد الإمام الأعظم ومعالم أخرى مثل كنيسة اللاتين تاسعاً أهم المدن التاريخية في محافظة بابل مدينة فراغ وفراغ كيش ومدينة بورسبا عاشراً من المناطق السياحية في محافظة بغداد منتزه الزوراء وجزيرة بغداد السياحية دعاش اسم كاركوك مشتق من كلمة كاركر وتعني شعلة النار المتهبة نعاش تضم محافظة واسطة العديد من الحقول النفطية أهمها الأحدب وبدرة دعاش تشمل الهضبة الغربية الأقسام الغربية والشمالية الغربية من محافظة النجف وتبلغ نسبتها حوالي 95% من مساحة المحافظة دعاش تقع محافظة المتنى في القسم الجنوب الغربي من العراق ومن أهم مدنها التاريخية الوركة 15% من أهم المدن الأثرية في محافظة الديوانية مدينة نوفر ومدينة أيسن 16% من أهم المدن الأثرية في محافظة ديقار مدينة أور ومدينة لارسة 17% أسس مدينة البصرة القائد العربي عطب بن غزوان سنة 14 للهجرة بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 18% من أهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة الأنبار سد الرمادي وسد حديثة 19% معنى اسم السماوة هو الأرض المستوية التي لا حجر فيها أو نسبة إلى الشيء العالي انسب المشاريع الثانية إلى الأنهار الرئيسية سده كان على نهر دجلة لأنه يريد أنهار رئيسية الزاب الأسفل على نهر دجلة أو هو أحد روافد نهر دجلة سدر بندخان على نهر دجلة الخابور هو أحد روافد نهر دجلة نهر العظيم هو أحد روافد نهر دجلة بحيرة حمرين على نهر دجلة سد حليثة نهر الفرات الغراف نهر دجلة شط الدغارة نهر الفرات سدة الكوت دجلة شط الشامية على نهر الفرات شط العباسية أيضا على نهر الفرات وسد العمارة على نهر دجلة عرف ما يأتي سؤال الرابع عرف ما يأتي الجسر العباسي هو الجسر العباسي هو أحد الأماكن الأثرية في محافظة دهوك مشيد بالحجر على نهر الخابور في قضاء زاخو ويعد من الآثار القديمة المهمة ويمتاز بروعة هندسته المعمارية ثانيا الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة ويجري بين محافظتين هوك وأربيد ثالثا نمرود كالح هي من أهم المدن التاريخية في محافظة نينوة وهي ثاني عواصم الآشوريين ويعد الملك الآشوري شلمانصر الأول في القرن الثالث عشر قبل الميلاد مؤسسها ومن أشهر معالمها الزقورة عرف مدينة سامراء وهي أحدى المدن في محافظة صلاح الدين سميت بأسماء عديدة ومنها سامراء وسومراء وسر مراء وسميت أيضا بسومير نسبة إلى حصن سومير ثم حرف هذا الاسم ليصبح سر مراء خامسا أرف سد حديثة هو أحدى مشاريع السيطرة والخزن في محافظة الأنبار يقع على نهر الفرات شمال مدينة حديثة تقع خلفه بحيرة حديثة سابعا أرف بورسابا هي من أهم المدن التاريخية في محافظة بابل وكانت لها أهمية في الديانة البابلية لأنها كانت مركزا لعبادة الآلهة نابو ونشاهد في أطلال المدينة بناء شاهقا يرتفع عند مستوى سطح الأرض وهو برج مدينة والمدرج من قوس زقورتها التي كانت تزهو بأنوانها وطبقاتها السرع ثانيا عرف خان النخيلة أو ما يسمى بخان الربع هو من أهم المواقع التاريخية في محافظة كربلاء المقدسة وسمي بخان الربع لأنه يقع تقريبا في ربع المسافة ما بين كربلاء والنجف وكان هذا الخان مخصصا لراحة المسافرين والزائرين الذين يقصدون العتبات المقدسة تاسعا عرف الخابور وهو أول الروافد المغذية لنهر دجدة يجري في الأقسام الوسطى في محافظة دهوك ويعد الشريان الحيوي لجميع الأنشطة في المحافظة عرف ما يأتي عاشرا الزاب الصغير وهو أحد الروافد لنهر دجدة ويمر من محافظات السليمانية وأربيل وكاركوك ويعد المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية والصناعية عرف سدة الكوت هي إحدى مشاريع السيطرة والخزن في محافظة واسط تقع على نهر دجدة وتعد من أهم المشاريع التي تتحكم بتوزيع المياه ما بين محافظة واسط وميسان وذيقار كما تؤمن مشاريع الري المقامة على نهر الفرات والدجدة ولولا هذه السدة لتحولت مساحات واسعة إلى صحراء تحيط بمحافظتين واسط وذيقار سؤال الخامس تكلم على أهم المراقد الدينية في محافظة كربلاء المقدسة الجواب صفحة 69 سؤال السادس عدد أهم المعالم الحضارية والدينية التي تشتهر بها محافظة بغداد الجواب صفحة 52 سؤال السابع تكلم على محافظة كاركوك تاريخيا وعلى أهم المعالم الحضارية فيها الجواب صفحة 36 سؤال الثامن تكلم على ما يأتي أولا الموارد المائية في محافظة السليمانية الجواب صفحة واحدة الثروات المعدنية في محافظة نينو الجواب صفحة 28 ثالثا وين بعدكم ثالثا الموارد المائية في محافظة كاركوك الجواب صفحة 33 وصفحة 34 رابعا التطاريس في محافظة صلاح الدين الجواب صفحة 37 وصفحة 38 خامسا الصناعة في محافظة بغداد الجواب صفحة 49 سادسا الثروات المعدنية في محافظة البصرة جواب صفحة 94 سؤال التاسع خذ خريطة صماء للعراق وحدد عليها المواقع الآتية أنا راح أشوفك الخريطة وأشر لك عليها المواقع نهر دجلة هذا باللون الأزرق هذا نهر دجلة نهر الفرات هذا هو نهر الفرات سدة الكوت هذه سدة الكوت سدة الهندية هو نفس نهر الفرات في محافظة كربلاء هور الحويزة هنا هور الحويزة هور الحمار هنا هور الحمار سد ديالة على نهر ديالة هنا سد ديالة حقول النفط في محافظة كاركوغ هذه الخريطة توضح حقول النفط في محافظة كاركوغ ويضم كل من بابا قرقر وجمبور وباي حسن ترسم خريطة عراق ثم الدول المجاورة للعراق إيران تركيا سوريا الأردن السعودية الكويت ترسم نهر دجلة والفرات هذه أساسيات الخريطة وترسمني هنا الحقول وتكتبني اسماءهم بابا كركر وجمبور وباي حسن هذه الطريقة بحيرة الثرثار هذه بحيرة الثرثار انتبه عليها هذا النهر دجلة جرخط رفيع هذه قناة ثم توصلها إلى بحيرة الثرثار أيضا بحيرة الثرثار خط صغير ترسمها نهر الفرات بحيرة الحبانية خط صغير من نهر الفرات سوي لدائرة صغيرة وتكتب عليها بحيرة الحبانية الزاب الأعلى الزاب الأعلى هو أحد روافد نهر دجلة من الجهة اليسرى أو من الضفة اليسرى للنهر عندي بحيرة حمرين على رافد سد ديالة ترسمي هنا مياه باللون الأزرق تكتبع عليها بحيرة حمرين شكرا جزيلا إلى هنا ينتهي منهاجنا لهذه السنة أتمنى لكم النجاح والموفقية يا طلاب شكرا ترجمة نانسي قنقر